السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة واس ايب مرحبا بكم بما انه غدا راح تظهر اول يوم راح تظهر نتائج البكة الولية في الجزائر راح بي نقدم لكم مجموعة من الفيديوهات على تخصصات الجامعية الجامعة وبداية راح نبدأ بتخصص تخصص العلوم الاقتصادية وتجارية وعلم تسير نقرار سنة ثانية علوم اقتصادية وطلعت للسنة ثالثة بنوك اقتصاد بنكي ونقدي حبي نقدم لكم بشرح مختصر على هذا التخصص رغم اني كنت علمي في الجامعة في التنوية لكن اخترتوا هذا التخصص يعتبر هذا التخصص من اشهر التخصصات في الجامعة الجزائرية ومتوفر في كل المؤسسات الجامعية والاقبال عليه يكون بضراجة كبيرة والدراسة فيها تكون بنظام الامدي تتم دراسة من اجل حصول على شهادة لسانس لمدة ثلاث سنوات ويعتبر العام الأول لدراسة جدع مشترك يسمى العلوم الاقتصادية وتجارية وعلوم التسير ويتم التخصص في سنة ثانية الى مصار تتمثل في العلوم التجارية ولعلوم التسير ولعلوم الاقتصادية وفي بعض المؤسسات الاقتصادية او المؤسسات الجامعية نجد مصار مالية ومحاسبة وهذا متواجد في جامعة السنطينة 2 وسنة الثالثة تتعدد تخصصات حسب المؤسسة الجامعية كذلك من مالية محاسبة وتسويق تسير مؤسسات مالية وبنوك تجارة دولية اقتصاد بنكي نقدي الى غير ذلك اما فيما يخص السنة الاولى جدع مشترك فهي مقسمة الى سوداسيين سوداسي الاول يدرس فيها في الغالب عشر مقايي ستتغير حسب المؤسسة الجامعية في جامعة سنطينة على سبيل المثال كين رياضيات يتم فيها دراسة الدوال النهايات المتسريات الى اخره يشبه لحد كبير برنامج البكالوريا علمي ثانيا الاحصاء نفس برنامج الاحصاء الذي تم دراسته في ثانوية بالاضافة الى بعض التعمق في مواضيع كمقاييس تشتت ونزع المركزية ثالثا المحاسبة العامة وهي نفسها التي يسم دراسته في الثانوية تخصص تصير اقتصاد يعني اذا كنت درس علوم ما تقلقش راح تعودوا المحاسبة العامة ازروا يعني يعودوا يبدوها من جديد كله كامل ما قريته هاش واغلب النقاط اللي ديوا نقاط مليحة فيها هما طلبات العلوم ورياضيات الاقتصاد الجزئي وهي دراسة المركبات الاقتصاد الجزئي كالعرض والطلب والسوق وهي كذلك مادة متفوقين فيها العلميين بدرجة كبيرة تاريخ الوقاعة الاقتصادية تتبع لتاريخ تتبع الاقتصاد منذ العصور القديمة حتى العصور الحديثة مدخل الاقتصاد يتم دراسة تعريف الاقتصاد تنمية الاقتصادية النقود البطالة ومواضيع متنوعة اخرى في الاقتصاد علم الاجتماع وهو مقياس يختص بعلم الاجتماع تعريفه ميادينه رواده مدارسه علاقاته بالعلم الاخرى اضافة لمواضيع اخرى تربطه بالاقتصاد اللغة الفرنسية ولا الانجليزية حسب المؤسسة في قسنطينة كين اللغة الفرنسية وهي اعادة لمفاهيم وقواعد نحوية سابقة يعني حويس سهلين تعليسي وتنبسط اخيرا مش اخيرا قبل الاخير منهجية البحث وهو مقياس يهتم بمنهجية اعداد البحوت العلمية وهو يهيئ الطالب لانجاز البحوت والمذكرات الى غير ذلك وهو في جامعة خسنطينة اثنين يدرس عن بعد وليس في الجامعة يعني عبر الموقع اي لرنك واخيرا مدخل القانون وهو مقياس يهتم بالقانون بصفة عامة وبالقواعد القانونية هذا كل مكان في هذا الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم اذا حبيثوا فيديو على تخصص خلاف حطوا في تعليق وحطوا لايك واشتركوا في القناة وراح يكون فيديو قادم ان شاء الله وفيديوهات قادمة ان شاء الله عن تخصصات اخرى